نهر العشار الذي كان يوما ما يضفي جمالية ساحرة على وجه مدينة البصرة ولا طالما أثار إعجاب رحالة أجانب تحول اليوم إلى مكب للنفايات ومجرى للمياه الآسنة التي باتت تشكل خطرا على السكان وتزيد من تلوث البيئة وكما تشاهدون الآن النهر أصبح حقيقة لا يطاق هناك روائح تسكم الأنوف وهناك ملوثات كثيرة في هذا النهر الذي كان يوما من الأيام قد يكون حقيقة موقع سياحي أحد أهم المواقع السياحية هذا النهر مع الأنهر البقية المتفرعة من شط العرب التي بالكامل تحولت إلى مجار للمياه الآسنة تشتريك العديد من أنهر البصرة مع نهر العشار بذات المعاناة حيث أتت تلوث وسوء الاستخدام على المياه العذبة التي كانت تجري وبعد أن قضى على الأحياء المائية بما فيها من ثروة سمكية صار يمثل تهديدا للأحياء السكنية المجاورة في وقت تغيب فيه المعالجات الحقيقية لهذه الكارثة البيئية المفروض أن تجي أجهزة عملاقة تقوم بكري هذه الأنهر وأيضا عمل أسيجة لمنع تجاوز مخلفات البناء حتى لا يساقط بهذه الأنهر يعني أنا يمكن قبل خمسين سنة هنا ساكن حتى سمك هذا النهر به هسا عدمت كل شي نعدم من وراء إهمال الحكومة عندنا هذا النهر وكثير من الأنهر جاي تسبب تلوث بيئي إذا تلاحظ هذا النهر من يصير جو شرجي الناس تختنق من الريحة وبالتالي إحنا بمركز المدينة ومين نتلقاها؟ من النهر من أربعمائة شعلة ما النفط عندنا ما التلوث من أمراض السرطانية نهر العشار تحول من أيقونة جمالية إلى بؤرة تجسد قبح الإهمال فعلى ضفافه توجد مئات النشاطات الملوثة لمياهه بعد أن كان معلما جماليا مثيرا للإعجاب هذا التحول حصل على الرغم من وجود مؤسسات عديدة يفترض أن تتظافر جهودها لإنعاش النهر المحتضر لكنها تكتفي بالتفرج على موته البطيء ترجمة نانسي قنقر